أنت عضوة في عدد من الهيئات والمحافل الإقليمية نذكر منها على سبيل المثال شبكة القمة الأوروبية للاجئين والمهاجرين في أوروبا وأيضاً الجمعية العربية لمنهضة الإرهاب ودعم ضحايا ما هي القضايا التي تشغلك حالياً وتسعين لتغيير واقعها؟ القضايا الكثير التي تشغلنا في الوقت الحالي كانت على درجة عالية من الحساسية والخصوصية هي موضوع المرأة العمل النسوي تمكين النساء اهتمت بالقضايا المهاجرين واللاجئين هنا بعد أن صرت واحدة منهم في سويسرا كنت ضمن القمة الأوروبية الأولى للقيادات المنظمات المجتمع المدني في أوروبا التي حصلت في بروكسل منذ عامين كنا تقريباً ما يقارب السبعين شخصية من أموم أوروبا شاركنا في هذه القمة يعني للتركيز على القضايا الملحة يعني قضايا اللقوء والقوانين اللي متعلقة بإعادة التوطين والاندماك في المجتمع في أوروبا لكن في الوقت الحالي بشتغل أكثر على موضوع النسوي ضمن فريق مبادرة مسار السلام ومقرها في كندا أوتوا ولها مكتب قطري في عدن طبعاً بشتغل ضمن فريق بيرأسه العزيزة رشا قرهوم اللي هي بتعتبر دينمو العمل النسوي في اليمن وبالركز على كثير من المسائل المتعلقة بتمكين المساء ليصرنا أصحاب قرار داخل البلد في اليمن وبمسألة كيف تكون تشريعاتنا الداخلية تتوائم مع العمل الدولي في مسألة المساواة للحقوق وتدعم فكرة تمكين المرأة بالضبط